هذا وتحت في الأمم المتحدة باليوم العالمي للسياحة تحت شعار السياحة والسلام وهو الشعار الذي يتوائم مع رسالة مملكة البحرين للتعايش والسلام الذي جبل عليه المجتمع البحريني وبات محط جذب سياحي لزوار مملكة البحرين من مختلف أقطار العالم السياحة والسلام هو الشعار الذي أطلقته الأمم المتحدة هذا العام للاحتفاء باليوم العالمي للسياحة شعار حمل في طياته رسالة واضحة بأنه لا سياحة بدون أمن وسلام ومحبة وهو ما عملت مملكة البحرين على ترسيخه وتفعيله في مجتمعها وبين مواطنيها وزوارها من مختلف دول العالم فالمملكة هي أحد أبرز حاملي لواء السلام بكل اقتدار وقد برهنت على ذلك في العديد من المواقف الدولية المهمة وتجسد ذلك أيضا في محبة وتعايش أبناء المجتمع البحريني بكل سلام وأمن وأمان مملكة البحرين ووفق التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه والمتابعة المستمرة من قبل صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله عملت على تطوير قطاع السياحة بشكل لافت أقامت البنيان وهيئت المراكز والمجتمعات ودعمت الاهتمام بالثقافة والتراث الوطني فباتت وجهة سياحية متنوعة وجاذبة تتيح أمام زوارها مختلف الأنشطة والفعاليات الترفيهية والعائلية والتجارية والثقافية اللافتة ركائز السياحة البحرينية عديدة إلا أن أبرزها هو المواطن البحريني المضياف المرحب بالزوار من مختلف دول العالم لما جبل عليه من حب للآخر وتعايش مع الجميع علاوة على الشراكة المجتمعية الكبيرة والدور البارز للقطاع الخاص خصوصا في القطاع السياحي والذي أثمر تحقيق العديد من المنجزات السياحية على مستوى المملكة وهو ما يبشر بنماء وتطور كبير لهذا التعاون بما يحقق تطلعات الجميع ويسهم بشكل فاعل في رفض الاقتصاد الوطني لمملكة البحرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر